الطرق شتاء فاختر منها منهجا يهديك ولا تخطق دماك في مضلة ترديك الجادة بينة والمحجة نيرة والحجة متضحة والشبهة مفتضحة ووجوه الدلالة والضاء والحنيفية نقية بيضاء والحق قد كشفت سذوره وانبلغ للسائرين نوره فلم تغالط نفسك ولم تكابر حسك نستمع الآن إلى كلمة الندوة يقدمها الأستاذ الفاضل سالم بن سعيد العيسري عضو اللجنة الرئيسية بالندوة فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على عباده بالمنهج القويم والصراط المستقيم فبصرهم من العماء وارشدهم من الغواية والصلاة والسلام على من بعثه الله على فترة من الرسل فأبان لهم الطريق ودلهم على النهج القويم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء أصحاب الفضيلة العلماء والباحثون الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الإنسان مهما اختلفت مشاربه وتعددت اتجاهاته يضمأ للعقيدة التي تدله على الطريق وتريه المنهج ولذا كانت العقيدة حاجة فطرية في النفس البشرية إذ تجيب على كثير من ألغاز الكون كما أنها موجهة للسلوك الإنساني ولقد كان من فضل الله عز وجل أن بين في القرآن الكريم العقيدة الحق تواضحة جلية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يقفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وما فتأ علماء المسلمين يذودون عن هذه العقيدة الخالصة باللسان والسنان إجلالا لشأنها وتعظيما لمنزلتها ورجاءا للفلاح في الدنيا والآخرة فكانت المصنفات المتبحرة والموسوعات الجزلة والمناظرات المتعمقة درعا للشبه وبيانا للمرتاب وإضاحا للحقيقة أيها الجمع الكريم إن كتاب برهان الحق لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله حلقة ضمن سلسلة طويلة من جهود علماء الإسلام في التبشير بالعقيدة الناصعة ونفي غبش التصورات عنها إذ جاء تأصيلا للعقيدة الإسلامية ودرعا للشبه عنها بالأدلة العقلية والنقلية حشد فيه مؤلفه طاقات ملكاته العلمية وطاقاته الذهنية والنفسية فجاء الكتاب بحمد الله وافيا في طرح موضوعاته مسددا في تناول الأدلة ومناقشتها منصفا في عرض الآراء وتجليتها وها هي ثلة العلماء والباحثين من شتى دول العالم تلتقي على مدار هذين اليومين في هذه الندوة التي تشرفت بتنظيمها مؤسسة الكلمة الطيبة بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس ومؤسسة ابن عمير للبحث العلمي وذلك لتناول الكتاب من خلال أربع عشرة ورقة علمية تتناول أربعة محاور تناول المحور الأول منها المنهج الاستدلالي في كتاب برهان الحق ثم ناقش المحور الثاني الآفاق الحضارية من خلال كتاب برهان الحق أما المحور الثالث فقد جاء لي نناقش المنهج التأصيلي في كتاب برهان الحق ثم الجاء المحور الرابع ليتحدث عن البعد التربوي في كتاب برهان الحق أيها الحضور الكرام لقد تكاتفت على تنظيم هذه الندوة جهود المخلصين الذين سعوا بكل عزيمة لإظهار هذا الأنموذج السامي من الدراسات العلمية التي تلتقي على مبادئها كلمة الأمة وهنا لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل الوافي والثناء العاطر للجهات الراعية لهذه الندوة وهي ميثاق للصيرفة الإسلامية ومجموعة الكلباني وميسرة للصيرفة الإسلامية وللراعي الإعلامي مؤسسة الوطن للصحافة والنشر وللراعي الفني مدى للإنتاج الفني كما نقدم الشكر أجزاه أو فاه وأجزله لبنك نزواء لمساهمته الطيبة في هذه الندوة وختاما نقدم الثناء العاطر والشكر المحض للباحثين الذين بذلوا الأوقات دراسة وتمحيصا ليخرجوا بهذا النتاج الثري من الدراسات العلمية الجادة والشكر أجزله موصول للضيوف الذين تكبدوا مشاق السفر ليضعوا أيديهم بأيدي إخوانهم الذين يجتمعون على آصرة الكلمة الحقة وليكونوا أمة وسطا وليلتقوا على مائدة الحوار البناء الذي يوحد ولا يفرق ويجمع ولا يشتت ويبني ولا يهدم شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين واصلوا كلال الليل بكلال النهار تنظيما وإعدادا وترتيبا من مؤسسة الكلمة الطيبة وجامعة السلطان قابوس ومؤسسة ابن عمير للبحث العلمي وللحاضرين الذين زادوا المكان بهجة والقا وسرورا سدد الله خطى المخلصين ووفق جهود الساعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة